تمطلق اليوم اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي 2021-2022 لطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وسط إجراءات احترازية مشددة لتوفير بيئة آمنة وضمان سلامة الطلبة والمعلمين خلال فترة الاختبارات طبعا نتمنى لهم كل التوفيق وأيضا تستقبل وزارة التربية اليوم أكثر من 47 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الثانوية العامة مع التأكد على ضرورة التزام المدارس في الاشتراطات الصحية حتى يتسنى لجميع الطلب الحصول على أعلى درجات بيئة آمنة وسط تشديد الإجراءات الاحترازية تستقبل اليوم مدارس وزارة التربية طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لأداء اختبارات الفصل الأول في ظل مرحلة تفشي للوباء وارتفاع حالات الإصابة إذ يتقدم صباح اليوم أكثر من 47 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021-2022 للصف الثاني عشر جهود وزارة التربية مستمرة بتوفير بيئة آمنة لضمان سلامة الطلب والمعلمين من خلال وضع خطة متكاملة وتسخير كافة الإمكانيات فقد أكدت وزارة التربية على ضرورة تطبيق إجراءات مشددة بإشأن الاشتراطات الاحترازية حيث شددت على المدارس على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة داخل اللجن من ناحية الالتزام بارتداء الكمام واستخدام المعاقمات ومنع الاختلاط بين الطلاب قبل وبعد الاختبار إضافة إلى الاكتفاء بوجود عشرين طالبا مع تحقيق مسافة المترين بين الطلبة في قاعات الاختبار وزارة التربية والتعليم العالي تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات التعليمية في بحث سبل المحافظة على الوضع الصحي المطمئن في المؤسسات التعليمية وذلك بالتعاون مع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أكد عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أن الوضع الصحي في المدارس مطمئن موضحا أن هناك رصد كامل من قبل السلطات الصحية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المدارس وزارة التربية تحرص على تهيئة بيئة صحية آمنة من خلال استعدادها التام لاستقبال طلبة الثانوية العامة وتدريل كافة العقبات كي يتحقق للطلبة والطالبات التفوق والتميز وحصاد أفضل النتائج